النهاردة احنا نتكلم في موضوع يهم كل بيت ولا اريد ان اكون مبالغا ولكن تلك هي الحقيقة اذا قلت ان هذا الموضوع هو سبب تقطيع الارحام وسبب العقوق في العصر الحاضر في اغلب الحالات قضية شرعية صحيحة اخذناها نحن وعدلناها على اهوائنا وعلى رغباتنا فبدلنا شريعة الله وحولنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدلا من ان تكون مصدرا لجلب الخير اصبحت مصدرا لجلب الشر بدلا من ان تكون هذه القضية مصارا لتجميع الاسرة صارت سببا في تفكيك الاسرة طب ده اف الشرع حاشا وكلا الشرع لا عيبة فيه ابدا انما العيب في من يطبق الشرع في من يفهم الشرع في من يمارس تطبيق الشرع ركز معايا كده ايه الموضوع ده عم الشيخ موضوع ان حضرتك عايز تهيب حاجة من اموالك او من اراضيك او من اي شيء انت عايزه لابنك او لبنتك الكلام للرجالة وللستات الستة عايزة تكتب البيت لابنها الستة عايزة تكتب البيت لبنتها طيب قضية الهبة اللي هي معنى ايه الهبة دي معنىها التبرع والتفضل على الغير بغير عوط ركز معايا مفيش عوط مفيش مقابل للهبة دي لانه شرعا عقده تمليك في الحياة بلا مقابل وبتبقى على سبيل التأبيد مش على سبيل التأقيد يعني امر الى ما شاء الله سبحانه وتعالى طيب وهي في نفس الوقت تبرع من صاحبها لمن وهب له الشيء سواء كان ابن سواء كان بنت سواء كانت حفيدة سواء كانت صديق اي شيء اي الحد طيب حكم الهبة دي الهبة عموما من الامور المستحبة اللي الاسلام دعا اليها بل ورغب في فعلها ليه وحط تحت ليه 100 مليون قط لانها تدعو الى الحب والى الوقام ونوع من انواع التعاون على البر والتقوى ممكن انت تشوف 8 قليل واحد تاني وهدي تليفون واحد تالتي وهدي حطة ارض واحد رابعي هدي سيارة طيب هو للشيخ حلو والغير الشيخ وحش ابدا انما الهبة كلها مستحبة لا سيما اذا جاءت من غير طلب ولا اشراف يعني ايه يعني انا ما عنديش في نفسي اعذروا الله المجده جميل ما شاء الله ده يبقى اسمه ايه سيف الحياة ايه الجمال على الساعة دي يا مولانا فانا عشان اقلح عمري مع لحالك لو قعدت تقولي جميلة للصف يا ما شاء الله الزرير دي حلوة لا الكاكولة دي حلوة لا ده اسمه ايه ده اسمه سيف الحياة وما اخذ بسيف الحياة فهو ايه فهو حرام لكن الابة اللي جاي عن طيب خاطر ونفس شيء مستحب في الاسلام الدليل على كده ما رواه الامام احمد ان سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال من جاءه من اخيه معروف من غير اشراف ولا مسألة فليقبله ولا يرده الادب ان انت تقبل وما تردش فانما هو رزق ساقه الله اليه يبقى ده نوع من انواع الارزاق التي ساقه الله اليك بشرط ان تكون من غير مسألة زي ما اقول من غير اشراف يعني من غير محلاسة ولف وضوران زي ما بنقول وانت صح هذه الهبة فيما يكون يمتلك شرعا يعني انت بتملكني حاجة موجودة انت صاحبة ومش حاجة حرام طيب يا طارى بقى الكلام ده كله يا عم الشيخ ينفع للولد او للبنت اللي هم اولادي المشكلة بقى هنا المشكلة ايه؟ هنا وركز معايا قويس قوي في الحتة دي علشان الحتة دي فيها جنة ونار ركز بالله عليك معايا قوي حضرتك بتروح تسأل اي شيخ او تسأل ضاري الاتاء المصرية فتقول انا والله محمد ابو بكر وعندي ولدين والولد الاكبر مثلا مقرب الى قلبي احبه اكتر من الصغير فانا عندي مثلا عمرتين فكتبت عمارة للولد الاكبر خلاص ايه رأيك عم الشيخ؟ فالشيخ يقولك ركز في الكلام ده ده تصرف في مالك حال حياتك امر جائز ولو عرضت الامر على دار الاتاء هتقولك نفس الكلام تصرف في مالك حال حياتك جائز لكن ركز مش معنى كلمة جائز ان انت عديت لا معنى كلمة جائز ان ده من العقود الجائزة صح ده تصرف النافذ صح ده تصرف مفيوش مشكلة صح لكن تعال اخد بالك التصرف اللي انت عملته ده هتحاسب عليه ولا مش هتحاسب دي النقطة وخلي بالك معنى كلمة جائز يعني ماهش حلال باحت وماهش حرام باحت يعني اهل الحل اللي قاله حلال معهمش دليل قاطع واهل اللي قاله حرام معهمش دليل قاطع وخد ده قعدة في كل شيء يتقالك فيه جائز خلي بالك لان الشيء لو هو صحيح لك صحيح شرعا حلال شرعا لا شيء اتفيه ولا شبهة فيه حرام حرام شرعا لا شيء فيه ولا شيء اللي الحل فيه تركز في الكلام ده كويس اول طيب يبقى احنا نرجع تاني انت قلتلي كده لا خلي بالك بقى لكن لو انت عندك دين وعندك ورع وخايف من ربنا لانك هتوقف قدام ربنا سبحانه وتعالى هتوقف معي الاول هسألك يا عم الحج الولدين بينهم تراضي ولا ما بينهمش طبعا اقدر ولد وبنت انا بضرب لك المثال بنفسي انا هجيب الولدين قدامي يا ابن انا هكتب لاخوك الكبير عمارة ايه رأيك انت راضي لا والله ايبنة طبعا حوى مالك انت حر فيه بس انا نفسيا مش راضي انت كده ظلمتني هنا مفيش طراضي ولا مشاورة طب افرد الولد قال اه ده اخويا الكبير وما خدش حظه من التعليم ووقف جنبك وسندنا وهو اللي وقف في المحل وهو اللي تاجر واحنا تعلمنا انا خدت مثلا طب او هندسة وهو طلع من السنوية وكان جايب مجموع كان ممكن يبقى احسن مني بس وقف معاك يبقى هنا طراضي ومشاورة مفيش كلام قدم فيه طراضي وكلنا بنحضن بعض وبنبص بعض وبنتحك فوش بعض مفيش كلام خلاص منتهدت القضية اعمل لو انتوا عايزينه طب لو مفيش طراضي يبقى ايه الحكم هنا العلماء انقسموا لي فريقين ركز في الكلام منهم من اجاز على اعتبار ان انت صاحب المال وبتتصرف فيه وحال حياتك هو ده اللي يستعيلوا لك من شوية ومنهم من اجاز ذلك للضرورة فقط زي اللي انت هتكتب له ده فقير فقر موجع او مريض مرض شديد جدا عايزنا فقط او البنت دي ارملة وملهاش معاش ولا خير فانت خايف على ولادها فللضرورة ومن العلماء من قال لا الكلام ده ما ينزمناش ولابد ان يسوي بين الابناء طب يا جماعة انتوا تحيرون ليه الصح ايه الافضل التسوية بين الجميع ايه الرأي المعتمد ان تسمع ما رواه البخاري بسندي عن النعمان ابن بشير رضوان الله عليه وارضاه سيدنا النعمان ابن بشير بيحكي ابوه خلفه فلما خلفه حب يكتب له حطة ارض جنينة فامرأة النعمان ابن بشير عندها دين وورع ما بسيتوش وقالت له يا حبيبي نعمل صح التوقيع عشان ولادك برضك ما يتعنوش على العقد البقيين لسيما هي ست متجاوزها جديد ومعها ايه ومعها النعمان بس مفيش غيره يعني معنى كده في زوجة تانية ولها عيان انما قالت له لا يا بشير انا مش هقبل العقد ده حتى يشهد على العقد رسول الله اجري شاهد النبي يمضي النبي شان مش عايز المحكمة مش عايز الشهر العقال لا ده عايز النبي عايز رأس الشرع الاعظم في الارض رسول الله صلى الله عليه وسلم المشرع والنائب عن الله في الارض رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي يمضي على العقد فلما راح للنبي صلى الله عليه وسلم اسمع قال له يا رسول الله إني نحلته يعني أعطيته أو أهبته خلاص كده ابني هذا الحديقة اللي انت شايفة دي فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ليه سؤال صادم شويتين لسيدنا البشير قال له إيه أقول لولدك نحلت مثلها ها كل واحدة ديته جنينا يا نعمان يا بشير زي النعمان يا رسول الله بص دي حاجة بس خاصة كده ألك ولد سوى هذا في حد غيره قال له طبعا يا رسول الله عندي عيال عندي عيال كتير فعدي السؤال تاني النبي في رواية تانية أكلهم وهبت مثل هذا كله ديته زي دا قال له لا أبقى خلاص ما فيش السؤال ما لقوش بقى أجابة تانية ما لا فيها سبيشيل ولا فيها خاصة ولا فيها من تحت التربيزة ولا فيها أصطب يرعاني ولا فيها أصطب يتطب علي وأصطب فيها أنا بحبني لا فالنبي قال له إيه اسمع الكلمة وحط تحتها مليار خط عشان أنا بحبك وبحبك والله وخايف عليك وعليها من النار والله سيبكم من الدنيا وسبنا أن العيال هتخسر بعضيها وسبنا أن العيال مش هتدص بعضيها وسبنا أن العيال بتحزبن فيكم وابتدي عليكم يا حجة ياللي ما بتاخد المعاش بتد ابنك وما بتديش بناتك يا حجة ياللي ولادك شايفين تمييز البنت أو تمييز الولد اسمعي اسمع يا سيد الحد سيدنا النبي قال له إيه فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور روح بقى يا عم الحد شاهد حد غيري علشان أنا ما بشهدش على ظلم جور ده النبي اللي قال كده ما حدش تاني سيدنا الحبيب والحديث في البخاري وفي رواية قال النبي فأرجعه يبقى الكلام ده باطل يا نعمار رجعه ماينفعش لا تدي لكل ولادك زيه لا ما فيش العلماء استمبطوا من الحديث قالوا إيه وهذا الحديث يوجب التسوية بين جميع الأولاد في العطية ما لم تكن هناك ضرورة شرعية تدعو لتمييز أحدهم لأنه لو وجدت ضرورة يبقى احنا كده بنتكلمش في الأصل احنا كده بنتكلم في الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها طب مين اللي يحدد الضرورة الشرع يا حبيبي مش انت عشان ما تيجيش مش كل واحد بعد الحالة دي الشيخ قال الضرورات تبيح المحظورات ايه يا مية في ايه النبي اللي قال الشيخ قال كده وخلاص انا هكتب انا حر انت مالك انت دي ضرورة هدي لبنتي ولا لبنتي لا ده الشرع اللي يحدد الضرورة ومن العلماء العلماء بقى قالوا الحديث ده بيقول ان التسوية بين الأولاد واجبة واستدلوا مش بدهب على العطية على الفلوس والبيوت والأطيان لا باستدلوا على الحديث بالحديث ده حتى على النظرة